مطلوبين فرص العام كي كرولي او سويس رول بالفخون بواس طريقة سهلة بزاف مكونات بسيطة و المندر راقي بزاف تفرحوا في عائلتكم اول حاجة نخطر بعض البيضات بدرجة حرارة المطبخ 200 غرام دي السكر او لجوج دي الكيسان الناس اللي عندهم مش الميزان جوج دي الكيسان دي السكر يبقى على حسب الدق ولكن انا كتجيني هي هذيك لان الفخون بواس يكون حامض والكريمة ما كان ديروش فيها السكر يعني جوج كيسان دي السكر فلاجين وظاهية هذيك و ممكن تنقصه بطبيعة الحال كنزيد واحد الكيس دي السكر بنكهات الفانيلا ممكن تنسموه حتى بالحامض او لأي نكهة عندكم ونطرب هذي المكونات مزيان مزيان دروري ما اطربهم السر وهذا يطرب الكهربائي من الاحسن ذاك البيض والسكر والفانيح تيضعف الحجم دي لهم ويولي الخاليط ابيض وغادي نضيف كيس دي الخميرة دي الحالويات 7 غرام و الدقيق الابيض دقيق الابيض عندي 200 غرام ما يعادي الجوج دي الكيسان دي الانباق كل كاس كيهز 100 غرام الناس لي ما عنده مش الميزان ممكن تستعملوا الكاس مكين حتى شي مشكل دائما فليكيك اولا لجينواز الكيك كنضيفو الدقيق عفون كنضيفو فيه شوية بشوية يعني قسم الدقيقة على جوج دفعات هز الدفعة اللولة وخلطوا الدفعة الثانية هذا هو القوام اللي اخصكم تحصلوا عليه دي الكيكة واضح في الفيديو يلاجاكم العجين شوية خفيفة الهاد القوام كتضيفو شوية دي لطقيق اولا يلاجاكم تسقيل كتضيفو شوية دي لما باش تخفف ليكم لاجينواز كندوز ناخد واحد اللاطة اللي تكون كتدخل الفران اختيسنا اللاطة العادي دي الفران درتليها الورق دي الفرن وغادي ننكب لاجينة ديلي ونسرحها مزيان بالسباتول نسرحها مزيان في جميع البلايس ديال اللاطة وندخلها الفران على ميوسبين دراجة طريقة ديال الطيام مهمة بزيف ميوسبين دراجة من الفوق ومن لتحت الفران يكون مسخن قبل واحد ربع ساعة لاجينوازرات طريقة ديال الطيب ضروري ما تحضيوها لان طريقة الطيب اللاطة تكون شوية قريبة لتحت يعني ربع ساعة الطيب من الفوق على ميوسبين دراجة وغادي نوريكم حتى واحد تسير هنا يا غير لاجينواز تخرج لكم من الفران غادي تديروا من فوقها واحد زيف ليكون واحد شوية فازق غير هكا شوية فازق وغادي تديروا من فوق لاجينواز كي خرجت من الفران وغادي تروليوها الوقت اللي توجدو الكريمة ديالكم وغادي تتروليوها معاكم بكل سهولة يعني ما كتتهرس موالو والسير في هادا كيزيف لي كيكون شوية فازق هكا كيرطبهو كيعاونكم انكم تروليوها بكل سهولة وبلا ما كتتهرس غادي نخليوه علجاني بالوقت اللي نوجدو الكريمة بالنسبة الكريمة عندي ميتين ميلي لتر ديال كريمة السائلة ركايرة موجودة انا كنستعملها لطا ممكن استعملوها لأينو عندكم كاس ديال كريمة السائلة او لميتين ميلي لتر غادي ندرها في واحد الاناء ضروري ما تكون باردة يعني تحطوها في تلاجة غادي نزيد لها الفاني ومعالقة كبيرة ديال السكر ونطربها مزيان مزيان حتى تطلعنا الكريمة ديالنا وغادي نزيد ليها جوج ديال العلب ديال الياغور ديال الفاني او لان اينكها عندكم وشوية ديال فخنبواز اللي هكا معكت غادي نزيدو حتى و باش يعطينا اللون والمادق اللي معدوش الفخنبواز را ممكن تستعملو اي فاكيها عندكم صافيحة نحصلو على واحد الكريمة اللي شاد دف راسها نعودو نطربوها ونخليوها غادي ناخدو الجينواز ديالنا نحيدو لادا كنزيف ونسقيوها انا سقيت اغيب الحليب ممكن تسقيوها بالعاصر او لسيرو كتغليو الماء والسكار والحامض على العافية حتى تسيغلو تتسقيو به الكيك ديالكم صافيحة قدي اقضي كريمة ديالي وسنرحاؤا ديالجينواز مزيان ونقادف جميع البلايس ااااااااااااا . هااااااااا قدي نخلي واحد شوية ديال الكريمة لزنغي واحد شوية والكريمة ديالخها ضيجان 3 webs or cran ou cran .ضار ليا واحد صف صف ديال الفخنبواز عرفتو فين كاتتقطعوا لاابيش ديالكم كي يجيداك المنظر ديال الفخنبواز بعين وهنا يعنيا طوما كتفينوه يجيداك المانضر ديل الفخنبواز بعين نقطع الجواني بأولى الأطراف بأولى الموس ماضي لكي يأتي الديكور باين كيفما أكدت لكم كتحيدوا لها الديكور باين كيفما كتشوفوا بأولى الموس ماضي و بالنسبة للتين أنا أعطيكم أفكار وأنتم كيبقى لكم على الحسب اللي متوفر عندكم أنا قطعت لها الديكور بسكر غلاسي وأضغتها بالكريمة المتبقية و شوية دي الفخونبوز أتمنى أن تشتركوا في القناة إذا كنتوا باقي ما اشتركتو و تخليوا لي واحد الكومنتير زوين و ما تنساوش دي مبارعولي الكريشة بصحة و الراحة